اشتركوا في القناة بطريقة اضافة كلمة مرور لهذه الملفات وهي طريقة مشهورة عند اغلبنا مرورا ببعض طرق اخفاء اسرارنا بهذه الملفات وانتهاءا بطرق اخفاء وتمويل ملفات نفسها اذا على بركة الله لكن قبل ذلك ارجو منكم احبابي ان تقوموا بمشاركة هذه الطرق مع زملائنا الاساتدة والاستاذات وايضا تلاميذ وتلميذات لتعمل فائدة من جهة ومن جهات اخرى لتشجيع المحتوى الطربوي والهديف بموقع اليوتيوب وجزاكم الله كل خير اذا طريق على بركة الله كما طرنا معي هنا ملف محبي بكلمتي مرور يطلب منا الان ادخل كلمة مرور لفتحه اوكي بعد ذلك يطلب منا كلمة مرور تانية لسمح لنا بتعديل عليه ويمكننا قراءته فقط ندخل كلمة مرور تانية اذا طريقة اضافة كلمة مرور هي فقط بالداب الى فشي ثم بعد ذلك نقر على اوتي واختيار اوبسيون جنغال ثم بعد ذلك هنا ندخل كلمتي المرور الخاصة بفتح ملف وايضا الخاصة بتعديل الملف ثم ننقر على الزر اوكي ساقوم بحذف كلمة مرور اذا هذا هو محتوى الملف كما طرنا معي الا ان هناك محتوى اخر مخفي لاظهاره ساقوم فقط باختيار كل ثم بعد ذلك اقوم فقط بتغيير لو الكتابة كما طرنا معي ظهر النص المخفي كما طرنا معي في هذه الطريقة بسيطة جدا وتعتمد فقط على تغيير لون النص الذي نريد اخفاءه من لونه الى لون الخلفية وفي حالة نهايته هو اللون الابيض ايضا بهذه الصفحة هناك نص آخر مخفي لكن بطريقة اخرى ولاظهاره نذهب فقط الى مجموعة الخط وننقل على هذا الزر ثم بعد ذلك نزيل هذا الخيار من على ماسكي ثم ننقل على اوكي كما طرنا معي ظهر النص المخفي والذي به حسابين مع كلمة مرارهما طريقة الاخفاءات بسيطة جدا نقوم فقط باختيار نص مراد اخفاءه ثم ننقل على ماسكي ايضا سنرى الان طريقة تمويه هذا الملف يعني تغيير شكل الملف من ملف الى ملف اخر اول شيء سنقوم به هو اظهار امتداد الملف وذلك بالذهاب الى افشاج ثم بعد ذلك اختيار هذا الخيار لاظهار امتدادات الملفات كما طرنا معي فامتداد ملف الورد والدوكس سنقوم بتغييره بأي امتداد اخر للصور او الفيديوهات او للتكست كما في حالتنا هاتين غيرناه الى امتداد ملف نصي سنقوم الان بفتح الملف لنرى المحتوى كما طرنا معي فقط رموز غير مفهومة بطبيعة الحال اذا اردنا فتح هذا الملف والحصول على محتوى الاصلي يكشف فقط فتحه بهذه الطريقة باستخدام برنامج الورد او فقط تغيير امتداده الى الامتداد الاصلي كما طرنا معي محتوى الملف ظهر من جديد هذا يمكننا اخفاء هذا الملف من الظهور وذلك فقط بنقر عليه بزر فأر العيمن خصائص ثم بعد ذلك اختيار هذا الخيار كاشي اوكي كما طرنا معي اختفى الملف ولاظهاره يكفى قد ذهب الى افشاج واختيار هذا الخيار ليمون ماسكي ليظهر لنا من جديد واخيرا ارجو ان اكون قد افدتكم بهذه الطرق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته